في فبراير الماضي ناقش مجلس الوزراء برئاسة المهند الشريف اسماعيل ملامح دراسة مبدئية تهدف إلى وضع تصور لبناء مواطن صالح وفق معايير ومبادئ تحقق له إلى المجتمع حياة أفضل ويعتمد التنفيذ على دور محدد لكل من الدولة والمواطن وأشرت الدراسة إلى أن بناء الإنسان عملية تراكمية تتكون من أبعاد نفسية واجتماعية ودينية وثقافية وسياسية ووجه المهند الشريف اسماعيل وقتها بتشكيل لجنة لوضع التصور الكامل لتنفيذ الدراسة وأعلنت وزارة الإسكان أمس السبت تشكيل لجنة فنية لإعداد الكود المصري لمؤشرات جودة الحياة تنفيذاً لما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها عقب فوزه بالفترة الرئاسية الثانية بتحقيق التنمية والاستخرار وتوفير الحد اللازم لجودة الحياة لأبناء الوطن وقالت الوزارة أن اللجنة برئاسة الدكتور عادل يسين محرم يسين أستاذ العمارة وتضم في عضويتها 12 خبيراً في مجالات مختلفة يمثلون جهات عدة في الإسكان والعمارة والجهز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وخبراء في التخزية والبحث الاجتماعية والتعليم وعقدت اللجنة بالفعل أول اجتماعتها منذ يومين ومن المنتظر أن تحدد في اجتماعها القادم بحسب الدكتور علي عبدالرحمن عضو اللجنة جدولاً زمنياً لتحديد مؤشرات جودة الحياة والتجارب المماثلة في مختلف دول العالم تمهيداً لتطبيق ما يتناسب مع مصر منها بهدف اللحاق بمصاف الأمم ذات المراتب العالية في جودة الحياة فما المؤشرات المنتظر أن تضعها اللجنة؟ وما الأمور التي يطالب بها المواطنون لتصبح حياتهم جيدة؟ وقبل كل ذلك كيف يمكن التنفيذ؟ اشتركوا في القناة